بشكل مباشر وسريع وحتى قبل أن ينضج الحدث أو تتضح حيفياته سارعت الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية إلى تبني إعلان الجيش الإسرائيلي توجيه ضربة استباقية لحزب الله شبكة CNN الأمريكية أبرزت في متن خبرها إعلان الاحتلال تنفيذ ضربات استباقية ضد حزب الله قنوات تلفزيونية أخرى عملت إلى إبراز الرواية الإسرائيلية في ناصية الخبر وتلميعها كما فعلت ABC News و CBS News الأمريكيتان من دون تجاهل رد المقاومة في لبنان تجاهلا تاما وانسحب النصق نفسه على الصحف أيضا واشنطن بوست قدمت في عنوان تغطيتها المباشرة القصف الإسرائيلية للبنان واضعة إياه في إطار الضربة الاستباقية فيما ذهبت نيويورك تايمز إلى إبراز الرواية الإسرائيلية أكثر بالقول إن إسرائيل هاجمت حزب الله وأعلنت أحباطها هجوما كبيرا هنا نماذج أخرى من نهج تحريري يكاد يكون واحدا وإن كان فجا أكثر عندما يرتبط الأمر بالإعلام ذي النزعة اليمينية Wall Street Journal مثلا تحدثت عن إرسال إسرائيل مئة طائرة مقاتلة لقصف لبنان في ضربة وصفتها بالاستباقية نماذج أخرى لتعوين رواية الاحتلال حفلت بها صحف بريطانية مثل التاليغراف التي اعتبرت القصف الإسرائيلية صباقا لهجوم من حزب الله على مقر للموساد الغارات على لبنان تصدرت كذلك عنوان تغطية مباشرة لصحيفة التايمز والأمر ينسحب على صحيفة Financial Times التي تبنت فكرة الضربة الاستباقية الإسرائيلية هكذا يصبح رد الفعل الإسرائيلي فعلا استباقيا يجيره الإعلام في خدمة موقف الاحتلال وروايته الرسمية